يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار يا الله ولكن قبل ذلك اليوم وقبل ذلك المسهد العظيم لحظة ينتقل الإنسان فيها من دار الغرور إلى دار الشرور أو دار السرور لحظة من اللحظات التي يكتب فيها للعبد أنه منتقل إلى ذلك اليوم تلك اللحظة التي يلقي الإنسان فيها آخر النظرات على الأبناء والبنات والإخوان والأخوات يلقي فيها آخر النظرات على هذه الدنيا وتبدو على وجهه معالم السكرات وتخرج من صميم قلبه الآهات والزفرات إنها اللحظة التي يؤمن فيها الكافر ويوقن فيها الفاجر إنها اللحظة التي يعرف الإنسان فيها حقارة الدنيا إنها اللحظة التي يحس الإنسان فيها أنه فرط كثيرا في جنب الله إنها اللحظة التي يحس الإنسان فيها بالحسرة والألم على كل لحظة فرط فيها في جنب الله يناديه رباه رباه رجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت إنها اللحظة الحاسمة والساعة القاصمة التي يدن فيها رسول الله أعني ملك الموت لكي ينادي فيا ليت شعري هل يلادى نداء النعيم أو نداء الجحيم ألا ليت شعري هل يقال يا أية من السمت عليك فارجعي إلى ربك رابعة المردية ألا ليت شعري هل يقال يا أية من نفس غريبك فارجعي إلى صخط منه وذلك هل يقال يا أية من نفس غريبك هل يقال يا أية من سمت عليك حظ вы才ب فيما إنه من سمت عليك يا أية من سمت عليك وذلك اللحظة التي قفت مفاجم الصالح فرات وتوفرات على المرأة وفي لحظة واحدة فاصمت الروح الى البيان والتفت الساق بالساق الى ربك يوم البرمساق هناك تحص العبد بدار غريبة ومنازل رهيبة عجيبة فلا اله الا الله في لحظة واحدة من دار الهوان الى دار المعيد المقيم فلا اله الا الله في لحظة واحدة من ضيق الدنيا الى سعة الاخرة وفي لحظة واحدة من جوار الاشرار الى دوار الواحد القار ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر